نحن يجب أن نرى دائما ما وراء خبر لأن كل ما نرى ونسمع سينما وفن لكن أصل القضية من قبل استخبارات العالمية مخفية لا نشوف لا نسمع فلذلك إذا كنا صحافي مثل أستاذ صلاة مسافر يخرج كروت يخرج أنباء وأخبار خفية بإمكاننا أن ناتي الأخبار جديدة للناس في هذه الحالة التهديدات ترامب المتصاعدة ضد جمهورية إيران الإسلامية هل تدخل أيضا في إطار التعمية على الأهداف الحقيقية للأمير كل هذا كلام باهي لأن أميريكا بدو نظام الإسلامي في إيران بدو لأن بختم سيادة السلام مسافر أنا أسمى الأخبار العالم بخمسة لغات نعم عندما أنا أسمى السيد علي خامنهي يقول ويحكي أن مدم هيلاري كلينتون و ترامب في زمن انتخابات ويحكي جيد لترامب ويحكي سيء لهيلاري كلينتون هو يأتي فرصة لترامب ويحكي أن يريد أن يكسر هذه الاتفاقية الدولية خامنهي قبل سيء ترامب ويكون رئيس للجمهورية الأميريكي سيادة علی خامنهي كان ذبت الاتفاقية والآن هو يخرج من سوريا أميريكا يخرج من إراء يخرج من أفغانستان أقول من يربح؟ من يربح؟ كما قال بن يمين يتنيهو عندما يخرج أميريكا إيران يدخل ويبقى سيادة السلام مسافر فلذلك في اتفاقيات إذا نحن كنا نطلق هذا الصعب الاقتصاد الدولي أقول لكم شيء بسيط جدا باختصار شديد جنرال حيزر كان يأتي إلى إيران في زمن الثورة منذ أربعين سنة كانوا يقول بأن حيزر جاء إلى إيران من هو حيزر؟ حيزر جنرال أميريكي مستشار لجيمي كارتر جيمي كارتر بعثه من ألمانيا إلى إيران أربعين سنة كانوا يقول بأن حيزر جاء إلى إيران في زمن الثورة ليعمل إنقلاب ضد الثورة الإسلامية حتى سيادة خامنين قال هذا مرات اليوم أنا أحكي معكم في وثائق أميريكي خرج ما بإمكانكم أن تشوف في كل هذه المثائق مكتوب بأن محمة حيزر كان ضد ما يقول هذا الناس كان أن يحكي مع جنرالات إيراني لا يأملوا الإنقلاب وهذا أنا كنت أكتب 20 سنة لأن جنرالات إيراني هون قالوا لي نعم إذن شكرا جزيلا لكم على هذه الإضاءات في الحلقة القادمة معكم سنتناول الصندوق الأسود للأسرة الشهنشاهية التي تقطعت بها السبل بعد مغادرتها إيران في عواصم الغرب وفي الولايات المتحدة وقسم منها توفي في ظروف غامضة شكرا لكم الأستاذ الدكتور دابيد ولكم عزائي المشاهدين أطيب التحيات وانتظرونا في الحلقة القادمة